اه بدقة لثنين ، اه بدقة للا لا 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 بسهvisor انا ضربت عليه بهذا الشباك ، وبهذا الشباك ، وبهذا الشباك انا اخليطه اضرارياً يطلع من الغرفة كامل لانه انا شقلت الغرفة كامل بالنار دائماً اول شخص بيحكيه كمعة سيرفر مطورين الحمصي ودائماً اول تسريبات بتجي من عندому الحمصي ودائماً اول واحد بيتخل على سيرفر مطورين developors وبيعطيكم التسريبات الجديدة الحمصي دائماً أنتوا بتأخذوا مقاطع بに تضعوها على التكتاك وأنا مسامحكم عادي لكن لا تنسوا Pool والاشتراك وترفع جديد واليوم كالعادي الحمسي من داخل سيرفر مطورين وأول شخص بالسيرفر راح يحكيكم على الإضافات الجديدة على الشخصية الجديدة على السلاح الجديد على الإضافات الجديدة على الأصوات الجديدة على الشغلة اللي صارت بالبروفالي كثير أسطورية كثير أضافات حلوة وكثير أضافات أسطورية راح أحكي لكم عليها بهذا الفيديو باللغة ما شاهدين ايك يا اخوان دخلنا على سيرفر مطورين ودخلنا على ساب الحمصي اللي استلمنا من الشركة هلا اول شي هنا بيعطوني اكس بي مشان ارفع الليفل مشان ارفع الليفل واخد شوية جواهر سلمت هون مشان انا اجرب وما اطول عليكم الفيديو منستلم الجواهر هي كمان بيعطوني ايها انا استلمت الاكس بي وهي كرافعة الليفل مشان ما مطول وندخل بالمفيد مباشر هلا في كتير اضافات حلوة صارت بالبروفيل رح خلي لكم ايها مفاجئة في كتير اضافات حلوة حتى صارتهم بقانوة الاصدقاء هدول اكتر شي رح تحبوهم بدي اخليكم يا هوم هلأ شوي بل لكن خلينا نحكي اول شي على الاضافات الاجديدة اول شي خلينا نحكي انه في شخصية جديدة وفي شخصيات تم التعديل عليها الشخصية الجديدة واللي ايه نشوفها مع بعض هلا مت معاكم هدول الشخصيات بحطو لكم عليها اسهم تعرفوها هلا بحكي لكم الشخصيات اللي صار عليها تعديل. بقى لكم يوم بشكل سريع. خلينا نشوف الشخصية الجديدة واللي هي اسمها كايروس. هاي الشخصية كعتبي لك عليها كسار الدفاع. اول شيء الشخصية مانا نشيطة. شخصية عادي يعني فينك تحطها مع كريستيانو. فينك تحطها مع اي شخصية نشيطة. الشخصية السانوية عاطيناك اياها. ولكن الشخصية متل حسيتها معقدة شوي. ولكن هلأ راح نجربها مع بعض بكل الاحوال. عاطيناك وضع الدفاع. يستعيد اثنين اي بي اس تلقائيا حتى يمتلق. يعني بطلبي عبي اثنين 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 اي بي اس حتى يمتلق. وضع الكسارة. يعني يمتلق وضع الكسارة توقع الوضع اللي انه هو فوق دم. يتم تنشيطه عندما يمتلق الاي بي. يعني وضع الكسارة يمكن ينشط وقت يمتلق الاي بي عندك. ويضرب مستخدم المهارة عدوا محميا مدرعا. يعني انه العدو على ما على ما ما فهم. لكن المترجم مدري مني جايبين عند مترجم هلأ منجربها ومنفهم. على ما اتوقع انه العدو لو كان مدرع يعني لو كان حط التلجة وكان حط اي شيء هاي الشخصية راح تطلق شيء يقضي عليه او يدمجه وياخد من دمه خمسة خمسة اه او ياخد من دمه لمدة خمس ثواني قديش ما بعرف هلأ منجربها او منشتريها اول شيء خلنشتري الشخصية ونجربها هلأ ونعطيها تزويد كمان هلأ منجربها مع بعض احسن لانه هيك ما راح نفهم شو هي الشخصية وشلون اه لانه الترجمة صعبة. خلوني انا اشرح لكم بشكل سريع. متل ما بتعرفوا الشخصية اللي جديدة واللي هي كايروس. كسار الدفاع كاتف للكون عليه. وعملين تعديل على الشخصيات الجديدة يا اخوان. واللي هي رايدين وسانتينيو وجيس بي ونيكتا وكابالا. كارولين. اه كذول الشخصيات عامل لكم عليها تعديل. انا لش يعني هاي شخصيات شو بيعمل عليها اه تعديل ما بعرف كارولين وين كارولين. شو بدي يصير فيها تعديل ما نفهمان. وهي عاملين عليها تعديل. اخواني الشخصيات اللي عديت لكم اياها. واصلا انتم بتفوتوا بتلقوا عليها اسهم على فكرة. مثل هاي شخصيات اغنس اه مزودين لقوة تبعها. حطينا انشور حاجزا بطناعشر متر لمدة عشر ثواني. يعني زايدين في هون سونيا مراجعين ومطوين فيها. هدول من التحديد قد يمطو فيهم. ولكن نقصوا من مهاراتهم شوي. تحديد الشخصيات قريت لكم اياها ما بدي يطول عليكم لانه اذا بدنا نجرب شخصية شخصية شو عملوا فيهم وشو عدلوا فيهم راح يكون علينا الوضع صعب كتير كتير كتير. خليني نضيف مع هاي الشخصية شوية شخصيات اللي هي موجودة عنا ونجرب الشخصية كيف راح تكون. قبل ما ندخل الجيم ونجرب الشخصية خلينا نحكي على التعديسات اللي صايرة بالبروفايل. كما شفته حكينا على الشخصية الجديدة وعملين اضافات جديدة بالبروفايل مثل عند الضبط عند ادارة الضبط ووسائل التحكم. عندك المركبة عملو لها اضافة جديدة انك اه عملوها لحالة انc بدك تستخدمها بيدتين تعطيها تخصيص ولا بدك تستخدمها بجميع الاتجاهات مسل بيدة كيك. كمان عملول لها زر مخصصة. والالتقات هون عطوك الافضلية والافتراضي كمان هي عملوها اه زر جديد لحالها عملوا اضافات جديدة هون حلوة. هون الصوت اضافات الصوت التوقع ما في جديد باضافات الصوت على حالها. ولكن اضافوا اصوات جديدة يا اخوان اضافوا اصوات جديدة حلوة اه واللي هي المخصص بتلاقوها هون. احترام يا له من منظر رائع. ضايفين اصوات جديدة هون بتشوفوها انتوا بس تدخلوها ولكن ما فيني افتحها انا هلا. بالاضافات الباقي ما ابعرف اذا انهم ضايفين شي جديد او لا. ولكن شفت هون اخبار حروب الرابطة. في نكت حطة ان تطلع الرسائل هاي قديمة كمان. فما اتوقع في شي زيادة بالاضافة هون. حيش برجتكم ياها بشكل سريع. بالبروفايل بالبروفايل يا اخوان صار في اضافتين جديدات بالبروفايل. الاضافة الاولى واللي هي حطي لك الدور. انك انت دورك شو? تحط دورك شو دورك هو وتعطيه العرض للدور تبعك. هل انت مهاجم او البندقي او القناص او الدعم. فهاي الاضافة كتير حلوة والالوان كتير حلوة وكتير اسطورية حاطينا. تعطيها العرض. وين بتنقرض? يمكن بالبروفايل ولكن انا بروفايل جديد ما تبين. والشغلة التانية اللي ضايفينها بالبروفايل واللي هي صار تعرف جوائزك انت بالليفل كيف? يعني مسلا هلأ انا صار ليفلي ستعاش. حصلت على هدول الهدايا من ليفل واحد وانت طالع كل ليفل الى كهدية كل ليفل الى كهدية للليفل ثلاثين كل ليفل الى كهدية. بعدها بصير كل ليفل كل عشرة ليفل الى كهدية. متل هم بتعرف شو الجوائز متل للليفل اثمانية بتاخد البنار اللي اخدتو انا بروفايلي وبعدين للليفل تسعين بتاخد التلجة اللي هي مخصصة فقط للليفل تسعين وهي تلجة اسطورية والليفل مية بتاخد رقصة الليفل مية اغلبكم انا بيعرفون ولكن هي اضافوها بالبروفايل انك صار فينك تعرف شو جوائزك للليفل بدك تاخد جوائز الليفل صار سيونك تشوفها باليم prefer وهون ما في اي اضافة جديدة بالاطفات dingen ما في اي اضافة جديدة ولكن متطعسلك اللي ضيفين هم الجديد بالبروفايل. الشغلة الحلوة اللي بدي احكي لكم عليها هلأ واللي هي انا شفتها اجمل شيء بالتحديث واللي هي بقائمة الاصدقاء هون صار فيك تعمل حالي متل حالة الديسكورد او الواتساب. صار فيك تعطيهم انه لا تزعجني. انا انا واقف هلأ بس انا عم اصور صار فيني احط حالة لا تزعج. يعني انه انا بحالة لا تزعج انك لا تبعت لي. خلاص انا عامل حالة لحالي انك لا تزعجني انه انا انسان عم اصور او عم امنتج او عم اعمل شيء لا تزعجني. وفيني اعطيك انه انا متصل. يعني انا هلأ متصل ما عندي شيء اذا بدك يعني فاضي انا. وفيني اعمل انه جاهز لتشكيل فريق. انه بدي اذا انتم عنكم فريق ابعتولي. فهاي اضافة كتير اسطورية وكتير حلوة وكتير جميلة على فكرة انك تكتب له انه انا لا تزعجني انه انا عم اصور. هي اضافة كتير اسطورية وكتير حلوة عندها. انا عجبتني اكتر شيء بالتحديث. الشغل اللي بدي احكي لكم هالبعدة انه فيه سلاح جديد هلأ راح نشوفه. وفيه بنفس الوقت الشخصية. خليني ابس ادخل تدريب افرجيكم السلاح الجديد. وبعدها ندخل افرجيكم الاضافات الجديدة كمان. ولكن السلاح الجديد اللي اضافه واللي هو اسلاح غازف بالفرد يا اخوان. شوفوا هلأ اسلاح في في مواضيع على الاسلحة في الاسلحة اللي تم عليها التعديل. اللي هو والشحن العنيف واللبيزون واللي هو عم اقوله انه راح يصير مطور انك تطوره ضمن الجيم بها دول القطاع والبارفار والمبي فايف والفيكتور هدول تم عليهم التعديل والسلاح الجديد واللي هنه هدول الاتنين. هادا الاسلاح الموجود من اوله ولكن ضعف عليه. سلاح جديد هادا الكهرباء يا اخوان. انا ما اللي يلعبان فيه ابدا ولكن اللي شفتم. عملوا عملوا اشارة حده لانه اه الشحن كيف عم مطلع لانه هو سلاح شحن. وبس وصل فوق هادا الخط بتكون صار يضرب برش يعني ما ضرب برش بصير بضرب برش. بيعطيك اشارة مشان تاخد حزرك انه صار الاسلاح قرب ينتهي لحت اي الشحن تبعه. هادا الاسلاح اللي ضعفوه جديد واللي هو سلاح قزائف نار يا اخوان. هادا الاسلاح ما بضرب هيك. هادا سلاح شون بتأشره بضرب. بيلقس على العدو. شوف. ما ما في ايم تلقائي ركز وما في ايم تلقائي. ولكن بيعطيك انه اشارة انه على العدو بتضرب هيك. محل ما بتضرب وبتوصل للضربة. ولكن نحن بنجرب نضرب الدام الخصم. بيشعل النار شوفوا. يعني هو ما رح يلحق العدو. ولكن فينا بتشعل النار. مسلا ازا اربعة قتل واحد شفتو? شفتو قتلت واحد انا بقزائف النار اللي ضربتها. خلينا نجرب لكم. ما اتوقع هون لانه هادا العدو متحرك ولكن هادا الاسلاح بيفيدنا يا اخوان ازا كان في عدو مسلا اتنين او تلاتة مساكرين حالهم بالتلج وحاطين شخصية التلج وما عم نقدر نكسر تلج منضل منضرب عليهم بهاي النار لحتى نحرقهم حرق. فهي الاضافة حلوة انا عجبتني لانه كانت تشيلوا هادا الاسلاح وتشيلوا زخيرة لاله فراح يكون كتير اسطوري انك مجموعة مساكرين حالهم بالسكواد وما انك عم مساكرين حالهم بالتلجو ما اناك عم تقدر اضرب عليهم او اقعدين بالبورج متل ما بتقولو انتو المغرب بجزائر قريطة متل ما تقول عدين ابورج او قاعدين بالطابق التاني وما عم مقدار اضربهم انا. بصير باغذف عليهم النار. النار جمالها انه غير القازف وقازف بضرب بيتفجر خلاص لأ النار بتشعل النار فالمنطقة اللي شعلي فيه نار معاد يقدر يقرب عليها بس انا ضربت عليه بهذا الشباك وبهذا الشباك وبهذا الشباك انا خليته اضراريا يطلع من الغرفة كامل لانه انا شعلت الغرفة كامل بالنار فهذا الاسلاح كتير اسطوري اللي هو يعمل النار فخلينا ندخل ونشوف اضافات اه لأ رجعنا تغلنا تدريب خلينا ندخل ونشوف اضافات او في اسلحة بكلاسيكواد او شو هي مهارة الشخصية نجربها بكلاسيكواد. الله متل ما يكون شايفين اخوان داخلنا ما انا شايفت اضافة غير اه السنايبر الجديد ضعفوها بكلاسيكواد السنايبر الجديد ما في اي شي زيادة يمكن ضايفينها من اول ما ما رفها لكن تبقى ضايفينها جديد. طار في تأسيرات على صوت القتل الجديدة يا اخوان هلأ رح رفرجكم اياها مع بعض. تأسيرات القتل وقت تقتل واحد او اتنين او تلاتة او ما تتدمج خالص وقت يسقط العضو يعني كتير اسطورية اللي رح تسمعوها كتير حلوة. انا لكم رح تعبوني اول باول مع ما حكيت من اول شول في الاضافات مشان تتفاجئوا فيها اول باول. هلأ بفرجكم اياها. اه? ما عطانا لانا اتدمجنا. ما عطانا شوفوا شو صار يعطي اشارات عن نصر وما نصر. وتبتأتوا الوع اول شخص رح يعطيك انه تم اسقاط العدو انك انت اول واحد سقطت عدو بيحكي بالعربي كتير حلوة. اذا قتلت السكواد وما تدمجت بيعطيك انك انت ما تدمجت ما تعرضت للازمة ما تعرضت لاي شيء. بيطلع لك اضافات مع اصوات كتير حلوة هلأ رح نجربها مع بعض بركة دول معي بوتات ما بضربوا حد ان شاء الله. على فكرة كان بدنا نجرب الشخصية ولكن ما جربناها لازم تتعبل اي بي كامل. متل ما كم شايفين اي بي عم بتعبل احاقلو اتنين اتنين. ولكن احنا عاوزنا كامل نفتريني ما بدونها. شايفين شوان حاصد الرأس عطاني انه انا اهتلتي كتير بتوقفة رأس بيعطيك خاصة درأس حلوة. ما بعرف في اضافة قديمة او جديدة لانه انا ما كنت اشوفها من قبل. ابدا ابدا ما كنت اشوفها. نزال الجوي اتنين. لازم اتري فطر ونعبي الشخصية مشان نجربها. في فطر فاي. هيك الشخصية صارت جاهزة لازم نروح نجربها مع بعض. اوف تنين. اه تنين بيجي بزيتنا. صندوق. والله كتير حلو هذا المنظر. ويلي ويلي شوف شوف. خلينا نجرب الشخصية. شخصية ليش ما اشتغل? لاحظتوا شوف تنين احلى ما ما نزل الصندوق ليش? تنين ما زلت الصندوق. عم ابرو ما فوقنا هلأ اهي صارت شغلة تغوى ما زلت بجزء. انت مش تبقي زيت الضروب فوقك. فاضافة التنين حلوة اسطورية شاية للتنين والتنين شاية للصندوق وماشي? على فكر انا لاحظت شغلة انه هلأ وقت نزلت نوك. وقت نزلت نوك في شغلة لازم تلاحظوها. صرت ارجع برجوع لوري اخوان ويرجع على حاله. ما برام صار يرجع برجوع. يعني يمكن وقت تنزل نوك صار فيك تتحرك شي بسيط. حلوة. ولكن ما قدرت استخدم الشخصية اخوان ما عرفت ليش. يمكن اه من الكابسل اللي عاملها انا. شوف التنين ما اجمله يا اخوان شكيف شايل. اه بدي قتل التنين. اه بدي قتل. لا 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 انزل بويل دروب. لك ايش? يا اخي الادادات ما اش جديدة عاملها لانه هذا المطورين بيعطونا هيا بدون ادادات. فما ارجع لورا. بدي ارجع لورا صار يقرب لقدام العادي. فحلوة هيك انك تضرب التنين وينزل لا. اللي يضرب التنين اول هو ياخد دروب. شي كتير اسطوري دروب كبير يا اخوان مش صغير شوف. شي اسطوري لها هي اضافة كتير حلوة فعليا بكلاسيكوات فازا ضايفيننا هادا التنين بذل الرانكت بالباتل ريال ففعلا رهيب رهيب. شوفوا التنين يا اخوان بنضرب عليه. نزلنا الدروب فوق اه واحد من جماعتنا لا. اوو دروب فيه هاي زاء اللي بنط شوف شوف. شوف شوف شون صار يبرم شوف 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 صار يمشي وقتين ذا النور. اسباح اسباحها حلو. هلأ شخصيتي شغالي انا بس كيف كيف هي مش نشي طالح حتى اشغلها. شفتوا كيف وقتها ثلت انا اول واحد عطاني سقطوا احدهم. هاي حلوة يعني. شخصية الجديدة انا مفهمت شو مهارتها شوف. بس تعطيني اي بي وتحوله لدم مفهمت. معناها هي مثل الاسية القديمة يعني هادا هلأ بشوفها. وا 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 افهم 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 افهم. انا هلأ فهمت الشخصية الجديدة شو? لاحظة يا اخوان. لاحظة يا اخوان. هلأ فهمت الشخصية الجديدة شو? شوف. عنا نحن هاي الشخصية. هوين افرضيكم ها? كي. كي. كي بيعطيك بجمع اي بي. وبيحول لك يا لشو? لدم. حلو. هاي الشخصية عطتك نفس الشي ولكن ما ننشطة. هاي الشخصية عطتك نفس المهارة ولكن ما ننشطة. بتجمع لك اتنين 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 اي بي لحتى توصل ميتين ولكنه تتعرض للضرب راح ترجع تحولها كون خمسة خمسة لدم. فهذا يعني يقوله شخصية ما انا نشطة كتير اسطورية. حرفيا كتير اسطورية للرانكت مية المية. هلا انا فهمت شو هي الشخصية الجديدة. اخيرا بعد ما جربت جيم كامل لا عرفت شو هي الشخصية الجديدة. انا هيك بكون عرفت الشخصية الجديدة. ولكن والسلاح الجديد لازم كنا نجربه بجيم الرانكت. اه شفتوا اضافة ما في اي اضافة جديدة. ابدا 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 غير انهم ضيفين السنايبر الجديد. وعاملين التنين اللي انه ينزل لك تضرب على التنين ينزل اضافة البروفايل كتير حلوة. اشارة الليفل. والدور تبعك. الدور وين بيظهرون ما بعرف امكانها عليكم الدور. لا هاي الانجازات مش هون. هنشوف الانجازات اذا في شيء جديد ما في اي شيء جديد. ولكن الاضافة الاجمل واللي هي انك تحط حالك متصل او لا تزعيش صار عندك حالة متل حالة تماما. حط حالك بحالة مية بالمية. ما في اي اضافات اضافات التصنيف خلينا نشوف جوائز التصنيف هل هي تغيرت? او لا? ازا بدك تاخد اضافة التصنيف شو هي جوائز التصنيف? الرأسة على الحالة بالكلاسيك واد وبالباتل رويل الاضافات نفسها يعني جوائز نفسها. ما في اي اضافة بالتصنيف بالكلاسيك واد او شيء. في عندك استطلاع رأي حاطينه بالاضافات هناك. عادي كمان ما في اي شي جديد. انا بنراحز انه لوبي ما في اي اضافة جديدة. تضل عنا الشيء الوحيد اللي ما جربناه لكم اياه. واللي هو الجيم الرانكيت. هل صار في تعديل على الخريطة? هل صار في اي شيء? في مود جديد. رح ينزل يوم الجمعة. هلا نحن الاربعة الفيديو بنزل الخميس على ما اتوقع. يوم الجمعة في مود جديد. وهذا المود رح يكون في الجديد مود جديد. واللي هو رح يكون رح اقراركم اياه. رح يكون في مود واللي هو في زومبي مود جديد. هذا يعني رح يكون في بمودي زومبي بالمودي الجديد ومثل ما قلت لكم انتم ما تعرفوا عدلوا على ولكن انا ما عرف شو عدلوا عليه على الصراحة انا جربته له هيك ما حبيت اجربكم يا راح اجربكم يا سريع لانه اه لا فهمكم شي بالتعديل هلأ متل ما هاطل لك انه هو من ضمن الاسلحة المعدلة منزلين عليه ولا لا ولكن انا اعتبر انه انا اجاني شخص ما نلابس درع مثل هذا الشخص بسلاح الجديد ما كنتم شايفين شخصية اخوان يتم استعادة اي بي اس حتى يكتمل اي بي يعني شايفين راح يصير يضف لك اي بي اتنين 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 للميتين ولكن بس اتدمجت يرجع يرجع لك يا هم خمسة خمسة وهي شخصية مش نشطة فهذا كتير شيء اسطوري. هلأ متبع ام اقول لكم انه معادلين عليه انا ما فهمت شو اللي معادلين عليه ولكن انه انا لا نعتبر انه انا الشخص ما قابلي ما معه درع اول ما انزلنا ضربتها كبسة واحدة قتلته. هدول الدفعتين اللي بضربهم قتلوا. فهمتوا يعني اخذتوا. ضربة واحدة انا قتلته شوف شوف. هذا الشخصي قدامي ما راح نضرب اجرية راح نضرب بطنه. مات. توقعيا. ونشوف دمجه بالاجر عشرة بالجسم اتناش للسطاعش. وبالرأس اتمنى وستين. ثلعتان وفمسين اتمنى وستين. فهاي بدون دروع بدون اي شيء فاتوقع انه الساعة هذا الاسلاح مدمر الله يخلصنا منه. يا عماك دراجون. الله يخلصنا من هذا الاسلاح ضل عنا نشوف لكم المتجر. اتوقع على المتجر ما في اي شيء جديد يا اخوان. المتجر على حاله. خلينا نشوف صندوق الهدايا اذا ضيفي لكم عليه شيء او لا. اه المتجر ما في اي شيء خلنشتري رقصات لانه ما عنا. ايما بدي يصير عنا متجر اه كل شيء بواحد جوهرة واعطيكم هاي الاشياء الموجودة كلها اضف لكم اياها للكم. اه رقصات دخول السكواد ما في اي شيء جديد. اه هيش انت قديمه بتوقع موجودة. صندوق الهدايا اتوقع يا اخوان ما بينزلوا لانه بيصير فيه تسريب. اه السحة مطورة كمان ما بيخلونا نفوت عليها لانه كمان هذا يعاد تسريب. صندوق الخزنة ما ضيفين عليه اي شيء ابدا ابدا. يعني الساعة على حاله وما شفت في اي اضافة جديدة. الساعة كل شيء على محاله كل شيء كل شيء على حاله. شوفوا كل شيء على حاله يا اخوان. ما في اي شيء الملف بالشخصي. ما في اي شيء جديد بالخزنة. فاتوقع هيك شفنا كل شيء. مودات متما قلت لكم هون ما بنزلنا ولكن شوفوا. اه على فكرة التنين شوفوا حاطينه فقط بكلاسيكوات الانزال الجوي التنين. هذا شيء حلو فما راح يكون بالرانكت هيك. فما في اي شيء جديد باللوبي خالص. هذا شرحت لكم عنه كله. ضل عنا الانتظار وعدلوا الشيء بقيم الرانكت او لا. خلينا نشوف هل عدلوا على الصناديق الشراء? هل عدلوا على النزل من الطيارة? هل رجعونا البيك القديمة? هل عملوا شيء اضافة جديدة? خلينا نفوت نشوفهم بجيم مرانكت كلاسيكوات مصنف. خلينا نستنى لحتى يدخلونا. مثل ما كم شايفين يا اخوان ساحة الانتظار على حالها. ساحة الانتظار ما ما بدلين فيها اي شيء. كالعادة. مع انه هي انا صراحة احكي اللي بقلبي. اسوء ساحة الانتظار يعني. صوته مزعج. اه كان يطالع قائمة تعرف مين معك القيم. البرمودة على حالة كمان. ما معدلين فيه اي شيء. اي شيء اي شيء. النزلي على حالها كمان ما فيها اي شيء. ما في اي تعديل ولكن خلنشوف فقط انه اه بالماكينة في شيء جديد ولا لا. وبسناديق المستودعات الاسلحة. لازم نشوف هون. بس نشتري مفتاح ونجي نشوف الصندوق. ها سلاحة جديدة ضيفينه بالرانكة النار. هاي احلى شغلة. زخيرته من زخيرة القاذة في هذا اللي كان قبل. هادي هي زخيرته. هذا حلو. هلأ منجربه ان شاء الله هون. ها ليك زخيرته نفس الزخيرة. عطوني. عطوني تلا يا اخوان. هذا شيء حلو كمان. تلا مباشر. بساعدك كتير بالمعركة. كتير. الشركة عم تعمل اي شيء لحتى ما نموت. الله يزيهم خير. لا بدي يجرب النار يا اخي. كيف اتلني هذا? الله ياخذك. عم نتصور يا كلب. الله ياخذك. بدي يجرب النار انا. ايش هادا البوت. عم كون اقوى من البوت عنا بكتير يا سيرفر اندونيسيا. ضربين شان نيسة ملحة تعمل شيء. خير? عم نصور الله ياخذك. يلا بننزل مرة تانية بعد ما قتلنا البوت الله ياخده. حسوا مكبرين المنطقة تبعزين بلو يا اخوان. لاحظوا معي. حسوا مكبرين اما هيك. مسعينها شوي على ما اتوقع. يا اخي حبينا نجرب الاسلاحة جديدة ولكن السلاحة الجديدة القاذف الفرد المسدس. لازم يكون معك اه فعليا الناس تلعب ومسلا ندمجهم ومسكر عليهم. اوف. شوف شوف شوف. اي اكس بي. شوف اضافات على الجيدار مع احلاها. يا شيء اسطوري ترى. حلو هالمنظر والله. ايش فيه وراه هذا يا اخوان. هل هو شراكة جديدة هل هو منظر هيك حاطينها. غير مصاب. غير مصاب. شوف شوف الاصوات الجديدة مع احلاها. العدو هنا وغير مصاب. كتير حلو جد جدير اسطوري. من تلال اي بي. على السريعة من تلال اي بي. حلو كمان. ناخد السلاح الجديد. ايه. شاء الله نقدر نضرب حدا فيه. نجربه. بدنا شيبوت فاصل لنقدر نجربه. هلأ اظل انا بدي نشوف الماكينة هل فيها اضافات جديدة ولا لا. نشوف السودع هل في اضافات جديدة او لا. طلعنا الشارطين. الماكينة على ما اتوقع. ها فيها سلاح الجديد. العكس مخفيفين منها كتير. البوابع الساتنا موجودة. حلو. ما ما فيها اي اضافة جديدة. الماكينة اي اضافة جديدة على ما اطاقة. اه حاطين فيها النقار. كان موجود النقار والما كان موجود. زخيرة. هاي ضلك مجانا على حال هالدم. ضيفين فيها الاسلاح جديد مجانا وضيفين فيها البلازمة لفل تلاتة مجانا. حلو. هدول اسعار الساعة هم على حالهم. ما منقصين فيهم ولا مزودين. اسعار الساعة على حال هالدرع وغيره وغيره. ما مغيرين اي شي ابدا. يلا خلينا نروح ندور على صندوق كنز. شوف صندوق المستودع في حالي عم يفتح مستودع عم يفتح لحاله يمكن. مستودع بفتح لحاله ام اتوقع. لا في واحد في واحد حلو حلو. خلينا نجرب عليه سلاح النار يا رب ما يضربين. اوه سه. عم تضلماشي ليش? عم يدمجوا يا اخوان عشرة عشرة شوف. شوف شوف شوف. النار شون عم يدمجوا شوف شوف. يا سلام. ايه? راح يطيح منها. شوفوا دمجته ستين. النار قديش دمجته شفتو? دمجته كتير. فتخيلوا انتو اربعة موجودين وعمت دمجون هيك. واخيرا نجربنا الاسلاح. لو اسع مايز اخيرة قتلته. يعني تخيل واحد مسكر عحاله بالتلج وحاطت شخصية التلج انه ما يتكسر التلج. وصرت تضربه وما بلح يطلع حاله خلاص. راح يموت. فهي الشخصية فهذا الاسلاح راح يخلي العالم تطلت حد شخصية التلج. لانه اذا ضربت واجه بدي يطلع حاله من النار تبعك ما راح يلحق. ما راح يلحق يعمل شيء. بما يكسر تلجه وبكونه ميت. فهي الشخصية راح اي هذا الاسلاح تالياً تسعين بالمية يقضي على شخصية تبع التلج. مكترين بلازمة يا اخوان. على فكرة مكترين بلازمة كتير. ليش? ما بعرف عاملين هالفل مايك. خاني نشوف هالا تأسيراتها صارت قوية. الصندوق ما في اي اضافة مستودعة الزخيرة يا اخوان. اي اضافة. اي اضافة ولكن حاسس منظرهم جملين هو شوي. اما ما في اي اضافة علي اي اضافة. في واحد هون خلال نجرب علي البلازمة لانه البلازمة مكترينة في حاسس فيه الشي جديد موهرة. Оوو البلازمة صايرة نار يا اخوان. البلازمة نار وما بدها شيء زاخيرة ولا بدها شيء. شيء اصطوري. الاي بي ما احلى مشوفو الاي بي. يا سلام. شوف شوف شوف. خلينا نركز شوي خليهاي يروح المستنشق. شوف. عمنزلwangة خمسة خمسة شاهفيني? خمسة خمسة. خمسة خمسة وبشكل سريع كمان. عبي لك دمك خمسة خمسة بشكل سريع الشخصية الجديدة عن جد انا اشهد لك يا قرينة انك تعملي شخصية متل هيك وما نشطة شي كتير حلو والله هي شخصية كتير حلوة وكتير اسطورية بتفيدك كتير بالزون وبتفيدك كتير بالاشتباكات ولجمالها انه مش نشطة هاي احلى شي لو انه نشطة بقال لك خايصة مية بالمية بس انه شخصية سنوية وفيها هيك مهارات شكرا على هالشخصية عن جد عن جد والله والله ما نعم اطبل ومش مطفول مني اطبل بس انا الشخصية هاي بحبها كتير انه يكون فيه شخصية تعطي دم وما انا نشطة انا كنت استخدم شخصية كيه هادا اللي يعطي دم كتير اليوم نزلت شخصية السرعة تركته فهلا اجتني شخصية تعبوضني عنه وما انا نشطة كتير شي هلو خلينا نشوف اذا في شي بجيم الرانكت ولا لا اتوقع ما ضع شي ما ضعيفين علي اي شي متل ما شفتوا خلينا ضل بس نشوف هون المستودة عادة الزخيرة اوه دمجة قوي هادا يا شباب البلازمة صاير كتير قوي كتير البلازمة سلاح صاير نار حرفيا الله ياخدك ايش في بتخلينا نتلك البلازمة ايخوان بشكل عام ما في اي اضافات متل باش تضايفين البلازمة ضايفين الاسلاح الجديد البلازمة مطورين عليها ليفل ماكس ضايفين الاسلاح الجديد اسلاح جديد كتير اسطوري ازا حدي مسكر على حاله بالتلج مت ما قلت لكم راح يقضي على شخصية التلج نهائيا انا هيك بتوقع لانه ازا سكر على حاله بالتلج وضربنا بالاسلاح الجديد فكان هو سكوادو راح يموته حرفيا ازا معك خمس ضروب ست ضروب راح تقتل هو سكوادو شفتوا اه شون صار يدمج عشرة عشرة بتوقع اذا كان معه الدرع ماكس وكل شي راح يدمجهم سبعة او خمسة على كتر الضرب راح يكون تأثيره كتير كبير حتى لو ما قتلهم راح يروح نصدم هون فراح يكون قتلهم وقت يطلعوا من التلج كتير سهل فبتوقع هذا السلاح كتير اسطوري لانه يضيع شخصية التلج ومثل ما شفتوا اللي بلازما الجديد ليفل ماكس تير اسطوري دمجه قوي حاطل لك اشارة عليه تشوف انه قدي صار فيه كهرباء قديش فيه شحن قديش الساعة بيضرب معك وبنفس الوقت وقت يتوصل للاخير بصير يضرب بشكل رش كتير مثل ما شفتوا الاضافة اللي عاملينها بالبروفايل الجديدة انك تحط متصل او جاهز لتشكيل فريق او لا تنزعج كتير اضافات حلوة الاسطورية صحيح هو مش متل التحديس اللي كان متوقع انه نشوف كير شغلات جديدة ولكن في اضافات حلوة متل ما شفتوا ضايفين على وسائل التحكم هون صار فيك تعمل المركبة صار في عنكن هون وضع اشتباك الفريق صار فيك تحط الأفضلية عدة العلاج قديش بدك خمسة سبعة اثمانية قديش يشيل تلقائيا صار في عندك الوضع الكلاسيكي اوضع الاشتباك شو بدك يشيل بوضع الاشتباك ووضع الكلاسيكي العادي انه انت ماشي ففي شغلات كتير اضافات كتير حلوة الشخصية الاسلاح وهيك بكون رحت لكم عن التحديس كامل وان شاء الله يكون وصلت لكم شرح كامل وان شاء الله يكون قدمت لكم شي كتير حلو فأيام فضيلة وايام حلوة اه الله يديم عليكم والله ما يخل ان شاء الله ما نطلع من رمضان الا الله غفر ذنبنا وعافى عنا وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا بازن الله تعالى ان شاء الله يا رب ما تطلعوا من رمضان الا الله غفر زمكم وتأبل صلاتنا وصلاتكم وصيامنا وصيامكم وغفر زمنا وجعلنا من عطقاء ومن النار يا رب العالمين وهي بكونوا سنة نهاية الفيديو كان معكم عبد الرحمن ودمتم في امان الله والسلام عليكم من رحمة الله تعالى وبركاته وبركاته